سلام شوط أول ينتهي بتأخر لعبي الأهل أمام بيترو جيت بنتيجة اتنين واحد أحرز أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة أحمد السيد تزديدة قوية من خارج التمنتاشر تخضع حارس المرمى في الدقيقة السادسة لتصبح النتيجة واحد صفر لبيترو جيت وفي الدقيقة العاشرة يتعادل النادي الأهلي عن طريق اللاعب معتز محمد من هدف من عرضية يوسف عفيفي وفي الدقائق الأخيرة في الدقيقة اتنين واربعين يتقدم عبدالله عصام لفريق بيترو جيت لتصبح النتيجة اتنين واحد نروح لفاصل وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سيد أهلا بحضراتكم مرة تانية كابتن حشيش الشوت أول غير متوقع من العبي النادي الأهلي انت قلت البداية تكون قوية في ضغط أكبر من كده لكن كان فيه هدوء ورعونة الحقيقة حصل العكس المفروض ان النادي الأهلي بلعب على الأرض وينزل ضغط على فريق بيترو جيت من الأول واستغل طبعا وجوده بلعب على أرض وكده إنما حصل عكس حصل حماس كبير من فريق بيترو جيت ضغطين على النادي الأهلي من بره الثمنتاشر حصل لخبطة في نص ملعب النادي الأهلي مش حد بيمسك كجورة ما فيش استحواز في نص الملعب يعتمدوا على الكور اللي على الأجناب كمان ناحية الشمال عند النادي الأهلي ميتة خالص يعني شايفين كل اللعب من ناحية طبعا سيف أيمن هو المحور الهجمات والخطورة مع يوسف عفيفي اللي هما يمكن أحسن اتنين كانوا في الشوط الأولاني لازم يحصل تغييرات في بطء كبير ما بين يوسف وأحمد وحيد في نص الملعب لازم نص الملعب يبقى فيه استحواز أكتر وفيه نقل لكورة أكتر وبقى متأفل شوية لأن برضو الحتة اللي قدام الاتنين المساكين يعني فاضية شوية برضو سيف أيمن مركز طبعا على الناحية الهجومية ومتميز فيه فعنده برضو فيه صغرات في الحتة اللي وراه كالمفروض سامح ينبه برضو على حد من الاتنين الدفندرات أنه يبقى ماي لناحياته شوية عشان يقدر يعني يغطي الصغرات دي لازم بقى فيه ضغط من الشوط التاني من أوله على أساس أنه لازم يجيب جنة عدل عشان يقدر يرجع للمباراة بادري يعني دكتور سابت ممكن يكون أول مرة بنزال الفرقة دي لعب عندها توطر شوية قلق شوية محتاجين ايه الشوط التاني عشان يقدروا يرجعوا للمباراة خاصة لما تشوف محمد زعلوك بلعب لوحده محمد عبدالله مفروض محمد رفت اللي لقوا مساندة مع محمد زعلوك لاثنين بعاد صحيح نحن عندنا مشكلة الأول في بطء في تحضري الهجمة عندنا مشكلة في وسط الملعب النادي الأهلي مفتقد لصنع ألعاب لازم ينزل صنع ألعاب واحد زي فارس خالد موجود أحمد عيزة عدكة يعني عدكة اه انت عندك يعني لو جدنا حتى اللعبة اللي في الداية 28 فضلنا من الداية 28 للداية 28 والثانية 38 حوالي دي قاعدين بنحضر وراء التمريرات تاخد وقت وما فيش حد بينزل يسقط يستلم يحضر فاللعيبة مفصولة يعني محمد زعلوك ومحمد رافض مبانشة أصلا فهم مفصولين يعني الاثنين المهاجمين مفصولين عن بال فرقة خاصة كمان مفيش ربط لأن فيه لعبة بترجيت عاملة ضغط كويس جدا في وسط الملعب وبيضغطه من قدام وانت في نفس الوقت عمال بتحضر وفيه بطء في تحضير الهجمة عندنا برضو ناحية زي ما كابتن محمد قال ناحية الشمال مش شغالة يوسف حفيفي لعيب كويس جدا محتاج نستغله بشكل أفضل من كده شوية ممكن يتحرك ما بين الخطوط بشكل أفضل من كده ناحية اليمين محمد عبدالله برضو لسه ما ظهرش يعني محمد عبدالله ومحمد رافض بينزل آه تحضير الهجمة تلاقيه نازل تحت بيستاخد من الاثنين مساكين محتاجين واحد يشغالهم محتاجين واحد صنع ألعاب بلاي ميكر لازم بطريقة اللعبة تتغير الشط التاني اربعة اربعة اتنين تحس ان انت مفصول بتلعب نص اتفاع ونص هجوم وسط الملعب فاضي محتاج واحد قدام الاثنين اللي ارتكاية الصنع ألعاب يحرك الفرقة لازم انت عندك مشكلة كمان برضا أسامة عندك مشكلة في الاثنين المساكين اللي عندنا لأن من أخطر الناس بيت روجيت أحمد حلمي اللي هو نمر 10 وزياد سامح 16 أو 18 بينزلوا اللي تحت شوية بيستلموا الكرة براحتهم خالص ويجيبوشهم خالص ما فيش حد ضغط عليهم طب انت مستني انه يلف وجيلك هيبقى أخطر عليك طب انت ليه ما تضغطش وتحاول تستخلص الكرة من بدري او بدل ما يلف لأنهم عندهم كمان سرعته بالتحديد زي ما قلنا في الناحية الشمال فلازم المساكين شوية يضغطوا ويبقوا رايبين من نص الملعب عشان يدلوا حتة المسافات شوية اللي هما بيتحركوا فيها يعني معنا هدف اللقاء يا ريت لو معنا هدف اللقاء نعرضها برضو نستعرضها مع كابتن محمد حشيش ودكتور رحمد سابت نشوف ايه الأخطاء الممكن يتدركى لعيب الناد الأهلي في الشوط التاني ده الهدف الأول الهدف الأول هي الضربة طبعا وقت من ضربة سابتة أولا هو الهدف احنا مش متككدين هي عدتي الخط ولا لأ بكل أمانة اللقد أدى للحكم اللقاء هنا محمد مساعد هي برضو احنا مش متككدين لو عدناها كده تاني بتبط يعني ما فيش حاجة تأكد ان هي برضو عدة الخط يعني ان Crit视 متشكك بصراحة ان هي معدتش الخط دي أول نقطة النقطة الثانية طبعا هي ضربة سابتة واقت من ايد حرس المارة ارجع كده ارجع ثواني بص تحس انها ما عدتش الخط يعني فيها نسبة شك كبير بصراحة خلاص مش هنقدر بقى نجزم فيها انه هنقول ان الحامل الراية هو الاقرب التمركز الدفاع اللعيب الناديه كان صح هناك كنت نحشيش ولا كان مفروض نطلع باللعيب الناديه كان المفروض طبعا عشان يدي الفرصة الرؤية لحرس المرمى ان حرس المرمى برضو لو شفناه هو وقف تقريبا على الخط فحتى لو كانت وقت من ايده كانت هتبقى وقف بره شوية يلحق حد مثلا يتدرك الموقف من زي ما حصل كده من المساكن ولحي بس كانت الله العالم طبعا بقى يعني مرت او مش الهدف التاني او الهدف الاول للنادي الاهلي هدف التعادل ده من يوسف عفيفي ضربة السابتة هوا يمكن كابتن سامر دايما لما بنحلل له هنا المتشاط دايما بيلعب لعبتين كده او يلعب على البعيدة ده حتى في الضربات الركنية فهو واضح انهم حفزهم كده يوسف عفيفي لعب مميز كرته حلوة والعرضية بتاعته حلوة قوي والمساكن اشاف ان معتز محمد ده مفاجئة بالنسبة لأداءه ب وايس كمان وطويل القما وقوي او حركة الحركة بتاعت الكرة تتنقل الحركة دي بتاخد انتباه المدافعين نفس الوقت بتروح ملعوبة على البعيدة وطبعا ده هدف التقادم بتاع بيترو جيت في الدقاق الاخيرة من عمر الشوت الاول رقم عشرة مفروض الضغط نحي تليمين اعمل ضغط اعلى من كده في كمان حاجة انت عندك لو تلعبت تاني وشفناها في نمر اربعة عبدالله وفيه سيف ايمان اللي هي المفروض التغطية العكسية مرة من قدام الاثنين يعني مثلا ممكن تمر من واحد التاني يلحق لما الاولاني والتاني الكرة بتمر بسهولة جدا قدامهم وعادنا على فكرة مش كورة مثلا قوية ولا فيها سورف جامد ولا حاجة الكرة صريحة يعني مص يعني انشوفها تاني هنا اتنين وسط لتلاتة الكرة سقطع من هنا هنا استلم رفع عينه وشفنا الراجل بيخلص منها ورده في حالة من عدم التركيز برضه اربعة واحداشر الاثنين وده جاي مكمل طبعا الواحد وخالص جاي فاضح حالة من عدم التركيز برضه المحتاجين والشوت التاني عشان الكابتن سامر انا او ممكن اللي يقولوا الكابتن سامر اللاعبتوا بين الشوتين دلوقتي هو الاول لازم يغير طريقة اللعب الاربعة اتنين تلاتة واحد افضل بكتير اربعة اتنين باتنين رأس حربة احنا مش حاسين بالرأسين الحربة لازم انشاف فارس خالد صانع العابل هو رقم تمانية لو نزل لعب قدام احمد وحيد ويوسف ساد عبدالحفي اللهب قدامهم فارس خالد هاديك نوع من صناعة اللعب من العمق الحاجة الثانية اه لاربعة اتنين تلاتة واحد وفيه برضو اسامة احمد ممكن ينزل كاجنح يمين مكان محمد عبدالله كنوع من التنشيط اسامة احمد اللي هو الصفقة الجديدة اه برضو بيسين احمد عزت برضو احمد عزت لعب كويس يعني انت عندك احمد عزت واسامة احمد وفارس خالد التلاتة دول لو نزلوا عمر خالد طبعا وعمر خالد اللارب دول ممكن لو نزلوا يغيروا شكل الفرقة هجوميا بس انت محتاج تغير طريقة اللعب. انا بنقض نحضر في الهجمة اكتر من دقيقة وورا. وما فيش حد بينزل يسقط. لازم صنع علعاب ينزل. ولازم تعمل تنشيط في الجابهة اليمين. الجناح اليمين عندنا. مش مش حاسين به. وكذلك برضو الاتنين الفراودة. محمد رافت وزعلوك. زعلوك بقى بيحضر الهجمة وكوي. بس انت عشان تشغل زعلوك محتاج عرضيات. انا مشوف نشوف ابرز فرص النادي الاهلي برضو لو موجودة عندنا في الشوط الاول. يعني برضو عشان نحللها مع كابتن محمد حشيش. والدكتور احمد سابت. كابتن حشيش اكتر لعب لفت نظرك في لعبي بيتروجيت. انا عجبني طبعا احمد حلمي وزياد سامح. لعبك كويسة جدا. عندهم سرعات. دي ابرز فرص النادي الاهلي في الشوط الاول. تحضير وبنحط نعتمد على البكين. فضلك سابت. الكرات السابت زي ما انت بتقول. دي بتاعت يوسف حفيفي تقريبا. هنا يسيف ايمن. البك رايت عمل شكل كويس. هجومي. برضو ممكن يفكر يلعب بي كوينج. انا شايف لعب سريع بالسرعات دي. ينزله هو وينج. يعني وينزل باك رايت. وسيف ايمن يتحول كاجناح. وعمله جابها كويسة. فممكن يتحول هو نحية اليمين. وبيعمل عرضيات. كابتن سامر برضو مميز في حتة الدربات السابتة ديت. بيعمل الدربات السابتة. ممكن نستغل الدربات السابتة في الشوط التاني. بشكل كويس. حتة الدربات الروكنية. الحرس بتاع بترجيت كويس. هنا دي كابتن حشيش الخطأ والطول. لازم نقرب شوية من اللي. لازم. بس مش يستلم براحته. هي دي العاملة الخطور لأنهم عندهم سرعات. سيف ايمن قطعها وكان قريب من. ده الهدف اللي جي فينا. اللي فيه يعني شك بنسبة كبيرة. كرة عدت ما عدتش. يعني هو عموما هنا الهدف برضو. يعني الخطأ فيه غير الخطأ بتاع الهدف التاني. ده ممكن الدربكة بتحصل ووقعت من ايد الجون. فبتبقى صعبة على برضو المدافعين شوية. إنما هو الهدف التاني اللي هو عنده. أنا بالنسبة لي فيه مشكلة كبيرة. فيه اولا مشكلة فيه. ان الكرة لازم تموت أساسا وهي في الجنب قبل ما تلعب. الضغط لازم يبقى أقوى. انا هنشوفها هون بص. يعني اثنين فصة ثلاثة. ما ينفعش تلعب. بعدين تتلعب بالعرض. تعدي اولاني وتاني. والراجل جاي من آخر الدين اللي هو عبدالله عسام. ده نمر 19. عندنا فيه هجمة للناد الاهلي في داية 19. كان طلبها الدكتور رحمد سابت. لو جاهزة معاكو برضو. جاهزة يا سبري جوي. اه هي دي. دي اه دي فكرة كابتن سامر عبدالرحمن اللي هو بيحاول يطبقه. حتى احنا شفناه. انه هو بيحاول يعمل اكبر عدد من التمريرات في فرية لعبة النادي الاهلي. بص التمريره. لو عدنا التمريرات مع بعض. هنلاقي واحد. كذا كذا تمريره. بيحاول ان هو يدور الكورة بشكل مميز. هو بيحاول كده. بص بص اي واحد اتنين. نفس برضو الفكرة. بطء كبير شوية في التحضير. تحضير اكتر في نص ملعب وراء. ما فيش حد بينزل يستلم تحت ويسقط. فانت بتحاول تدور الكورة على قد ما تقدر. بص هنا زعلوك نزل استلم. دور الكورة. دي تعتبر افضل هجمة للنادي الاهلي في الشوط الاول. انت عندك مشكلة اوسامة. برضو زعلوك يا مستسلم اول الرقابة اللي هو الراجل ماسك كويس. ماسك كويس اول. بعدين برضو من الناس الكويسة. اللي هو الاسلام تامر ده لعب كويس. بيلعب ديفندر مع احمد غز مساك. اللي انا عايز اقوله كمان ان احنا عشان نغير الشكل الشوط التاني. انا اعتقد ان اهل الناس في الشوط الاولاني هو محمد عبد الله و احمد وحيد ويوسف. في نص الملعب. تلاتة دول. في بطء. في النقل والتحركات. لازم يبقى فيه المسافات قريبة شوية بين الخطوط. لازم المساكين زي ما قلنا يطلعوا نص الملعب. الضغط يبدأ قوي جدا من المهاجمين عندنا على بترو جيت. زي ما هم بيعملوا معنا استخلصوا الكرة من بدري او يضغطوا بشكل كبير عليهم. على اساس ان هم لازم يعني يجيبوا هدف التعادل في بداية شوطان عشان ماتش ما يتصعبش. ممكن بترو جيت اليقيتهم البدنية تسعفهم في شوطان يلعبوا نفس الشكل. وليحصل تراجع شوية. وما تنساش ان نحن لسه متكلم عن الأسبوع الخامس. لسه وقصة برضه هم بازلوا. الحقيقة مجهود كبير غير متوقع من الشرط الأولاني. بضغط من قدامه. الضغط العالي ده. طبعا مستنفذ كثير من اللقاء البدنية. فاحنا لازم احنا بقى نعوض الحتة دي ونضغط عليهم احنا من البداية. كمان لازم يتنبه على الاتنين الديفندرات. لان زي ما قلت لك سيف ايمن تحرك بشكل ايجابي جدا على ناحية اليمين في الحتة الهجومية. لازم بقى فيه تأمين دفاعي فيه الناحيتين. مزيد من التحركات طبعا للباك الشمال عندنا اللي هو فوزي. لازم يتحرك شوي مفاتيح الهجومية دكتور سابت. طريق فوزي سيف ايمن. مفاتيح الطريق فوزي ما تقدمش غير في اخر مرة اخر شرط بس. محتاج يزود شوية ناحية الجانب الهجومي. سيف ايمن هو اللي عمل جابها فعلا. بس تحس ان الملعب مال ناحية اليمين في النادي الاهل. سيف ايمن هو اللي بيعمل العرضيات. بس فيه نقطة مهمة جدا. هي نقطة لازم حزاري من الهجمات المرتدة في الشرط التاني البتروجيت. لازم احمد وحيد يبقى واقف قدام الاتنين المساكين. عشان ما يتخلش الهدف التالت والموت يموت. انا بشكركم شكرا جزيلا كل التوفير اللاعبي فريق 2005 في الشرط التاني من فريق بتروجيت. نروح لفاصل. وبعد الفاصل معلقنا من تميز تامر عبد السلام. ونلتقي مع حضراتكو بعد نهاية اللقاء.